منحة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. يا طرى المنحة هتفتح المنحة مش هتفتح دي كانت اسئلة معظم الطلاب الفترة اللي فاتح. بالزبط من واحد وعشرين ساعة كان في بوست نازل على الصفحة الرسمية على الفيسبوك الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اعلنوا ان المنحة هيبدأ التعديم عليها من يوم ستاشر اكتوبر عشرين واحد وعشرين وهينتهي التعديم عليها بتاريخ عشرين اكتوبر عشرين واحد وعشرين. ولو انت كنت لاحظت قبل كده انا عملت لك فيديو عن منحة جامعة مصر للعلوم وتكنولوجيا. وقلت لك اهم المستندات اللي هكون مطلوبة منك. وقلت لك ازاي هتقدر تقدم على المنحة وشرحت لك الطريقة. ولكن برضو جميع الناس كانت منتظر المنحة. والفعل المنحة هيبدأ التقديم عليها بتاريخ ستاشر اكتوبر وهي انتهي عشرين اكتوبر. طيب احنا نقدر نقدم ازاي? ايه هي الكليات اللي موجودة في المنحة? ايه هي المستندات المطلوبة مني لما اروح اقدم? ايه هي مميزات المنحة? كل ده هنعرفه مع بعض خلال الفيديو بتاعنا. فلو انت عايز تستفيد من الفيديو تابع الفيديو من البداية للنهاية. ولا عندك اي سؤال اي استفسار انا مذكرتوش في الفيديو بتاعنا. تفضل سيفه الكومنتات وانا هرود عليك. ويا ريت ما تنساش تدعمنا بلايك. وتعمل سبسكريب واشتراك في القناة وتفعل الجرس. دعما منك الجودة اللي بنحاول نقدمها. ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. ازايكم يا شباب مرة تانية زي ما قلنا هنتكلم عن منحة جامعة مصر لعلوم التكنولوجيا ولكن قبل ما ادخل في تفاصيل المنحة والكليات والمميزات والمستندات. فالاول انا عايز اواري لكم حاجة من على الصفحة الرسمية على الفيسبوك الخاصة بجامعة مصر للعلوم التكنولوجيا. لو جينا هنا مع بعض قادي هنا البوست ده من واحد وعشرين ساعة بالزبط. بيقول لك اعلان للتعديم للمنح. سيتم فتح باب التعديم للمنح في الجامعة في مبنى الخدمات الطلبية. عند شؤون الطلبة بداية من يوم السبت الموافق ستاشر اكتوبر عشرين واحد وعشرين وحتى يوم الاربعاء الموافق عشرين اكتوبر عشرين واحد وعشرين. ده البوست اللي نزل على الصفحة الرسمية الخاصة بجامعة مصر لعلوم التكنولوجيا. طيب هنيجي مع بعض دلوقتي للشرح بتاعنا. قبل كده اتكلمنا عن تفاصيل المنحة قلنا ان الجامعة دي طبعا موجودة في مصر وكمان اتكلمنا قلنا ان الجهة المنحة واسمها الجامعة المقرر دراسة بها هي جامعة مصر علوم التكنولوجيا. وقلنا المراحل الدراسية اللي تقدر تقدم عليها وتحصل فيها لمنحة دراسية هي اللي هي الدراسة الجامعية. يعني بعد السنوية العامة. وقلنا ان الطلاب اللي يقدروا يقدموا على المنحة دي هم الطلاب اللي خلصوا السنوية العامة السنة دي عام عشرين واحد وعشرين. وكمان قلنا اني المنحة مش طالبة منك شهادة ايجادة لغة. وذكرنا اكتر من مرة ان المنحة هتفتح بتاريخ ستاشر اكتوبر وهتنتهي بتاريخ عشرين اكتوبر. تمام? طيب هنيجي بعد كده هنا للقليات والتخصصات المتاح التعديم عليها في المنحة. خلي بالك. خلي بالك. حضرتك تقدر تقدم على اي كلية واي تخصص موجود في جامعة مصر العلوم والتكنولوجيا. ما عادة كلية طب الاسنان وكلية الصيدلة. والكلام ده لو انت جيت هنا في الصفحة الرسمية الخاصة بجامعة مصر العلوم والتكنولوجيا هو هنا بيقول لك المنحة تشمل جميع الكليات الا كلية صيدلة وكلية طب الاسنان. تمام? وخلي بالك كان في قبل كده تنصيق نازل للحد الادنى للكليات اللي موجودة في الجامعة الخاصة هتلاقي في الصورة دي موجود هنا قدامك الحد الادنى لكل كلية. خلي بالك ان كلية طب الاسنان وكلية الصيدلة مش موجودين في المنحة وكمان تقدر تطلع على الكليات اللي موجودة في جامعة مصر العلوم وتكنولوجيا عن طريق ضغط هنا ادخلك على الصفحة الخاصة بيه الكليات اللي موجودة في جامعة مصر العلوم والتكنولوجيا تمام? يبقى لازم تخلي بالك قرار طالق اكتر من مرة ان المنحة مش بتشمل كلية طب الاسنان وكمان كلية الصيدلة. مميزات المنحة ايه? المنحة بتغطي لك جميع تكليف الدراسة فقط. يعني الدراسة بتاعتك هتكون ممولة من قبل الجامعة. لكن السكن والمواصلات بتكون عليك انت. طب ايه هي المستندات اللي تكون مطلوبة منك? طبعا حضرتك لما بتيجي تقدم على المنحة دي انت لازم تتوجه بنفسك الى الجامعة. لو انت جيت معي هنا في هو هنا بيقول لك انت هتقدر تقدم عن طريق شؤون الطلبة. يعني كده انت لازم تروح لشؤون الطلبة الخاصة بالجامعة. تمام? هو بيقول لك شروط التقديم ايه? صورة شهادة السنوائية العامة المصرية فقط. يعني لازم يكون معاك صورة من شهادة السنوائية العامة لعام عشرين واحد وعشرين. كمان هتجيب له بحس اجتماعي والبحس الاجتماعي ده انت بتجيبه من الشيون الاجتماعية التابعة للمركز او المحافظة اللي انت عايش فيها. كمان هيكون طالب منك شهادة ميلاد وخلي بالك من حاجة مهمة ما ينفعش ان حضرتك تكون قدمت على تنصيق الجامعات الخاصة. تمام? ما ينفعش تكون قدمت على تنصيق الجامعات الخاصة. وكمان هنا طبعا بيقول لك المنحة مش بتشبه على صيدلة واسنان. ولكن احنا اللي يهمنا هنا ايه هي المستندات اللي هتاخدها معاك. ومكتوبين هنا قدامك كمان بحس اجتماعي شهادة ميلاد وخلي بالك لما تروح هناك حضرتك حضرتك هيدو لك الابليكيشن اللي انت هتملاه. وفيه الرغبات وهتملا الرغبات هتملا رغباتك هتكتب كلية واحدة فقط. تمام? ونصيحة من لي كنت رايح خد برضو معاك صور شخصية ربما تحتاجها. خليهم معك احتياطي مش هيدروك فيه حاجة. تمام? وانا طبعا معيير وشروط القبول في المنحة لو جيت هنا معايا. ده رابط الاعلان الرسمي عن المنحة اللي هو في ده اللي نازل على الصفحة الخاصة بجامعة مصر لعلوم التكنولوجيا. وهنا بتلاقي ده الموقع الرسمي الخاص بالجامعة لو انت عايز تغير عن الجامعة اكتر. طبعا تقدر هنا تشوف معايا ارقام الهواتف لو انت عايز تتصل بالجامعة وتتأكد من وجود المنحة والاعلان بتاعهم عن طريق برضو البريد الالكتروني وهنا ده العنوان الخاص بالجامعة لان انت هتكون مضطر ان انت تروح هناك وتقدم بنفسك. ما ينفعش تقدم وبكده نكون خلاصة شرح كل حاجة تخص منحة جامعة مصر لعلوم التكنولوجيا. اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط ولو لسه عندك اي سؤال او اي سفسار. انا مذكرتوش في الفيديو بتاعنا اتفضل تسيب الكومنتات ونهار ادى عليك. ويا ريت في نهاية الفيديو ما تنساش تدعم لللايك وتعمل سبسكراب وشاركك في قناة فعل الجرس. دعما منك لجودة اللي بنحاول نقدمها. وشكرا.